طيب أستاذ سيف الآن بعد ما ينتهي مثلا المؤلف من كل هذه الخطوات وأصبح أيضا كتابة جاهزا للنشر ما هي أنظمة وعقود التعامل مع دور النشر؟ يعني هل هناك نظام معين يحفظ مثلا حق الطرفين أو مناصفة أو ما شابه؟ نعم كل مكتب أو كل دار نشر عداها نظام نعم سياسة خاصة هذه السياسة خاصة ولا يمكن تدخل في هذه السياسة يعني أنت عجبتك نظام هذه المكتبة توقع لله جميل ما عجبتك شوف النظام الأخرى في نظام هناك بعض المكتبات مثلا أن تعمل مثلا اتفاق على السنة أن مثلا هذا الكتاب عدام يطبع عندي أنا موزع الرئيسي و أنت تأخذ مثلا كمية كذا من النسخ وأنا أخذ كمية من النسخ وفي بعض الأنظمة نظام مثلا 80 في 20 يعني المؤلف يتحمل 80 في المية ويأخذ 80 في المية من النسخ والدار تدفع تساهم 20 في المية وتأخذ 20 في المية من النسخ وكل واحد مسؤول عن النسخ ما لتبقى فقط حقوق النشر لدى النشر حتى نفاد لكمية للطرافين ممتاز نعم لما تنفد يتيح للمؤلف مثلا التوقع إلى دار نشر أخرى أو ينشر بنفسه أو يرقع للطبعة الثانية في نفس الدار نعم وحيانا تكون منتهى لأجلين مثلما يقال إما بمرور السنة أو سنتين وثلاث سنوات أو إنه بنفاد لكمية على حسب الاتفاق وفي نظام آخر مثلا النظام آخر إنه المؤلف يتحمل كل شيء نعم الناشر طبعا هو ما يسوق وموضوع التسويق لابد يعلم المؤلف أنه تعاوني ولكن الكتاب الذي يبيعه المؤلف المكتبة الناشرة تأخذ 40 في المية الناشر الناشر يأخذ 40 في المية حتى إذا كان حتى إذا كان أن المؤلف هو الذي تحمل كل شيء نعم نعم فهنا أن الكتاب الذي يبيعه المؤلف المؤلف يأخذ 60 في المية والناشر يأخذ 40 في المية من الأرباح أو من جملة المبالغ من السعر البيع نعم نعم يعني هذا الكتاب تم تلسمة ثلاث ريالات إذن 40 في المية يذهب إلى الناشر و60 في المية للمؤلف هذا في اتفاقي 28؟ لا هذا في اتفاق آخر نعم هذا نظام آخر أما الذي الكتاب الذي يبيعه الناشر فإن الناشر يأخذ 40 في المية والمؤلف يأخذ 60 في المية هذا أيضا اتفاق موجود وفي نظام آخر نظام مناصفة نعم يعني الناشر يتحمل 50 في المية والمؤلف يتحمل 50 في المية من التكريفة الجمالية تكريفة الجمالية لطباعة الكتاب لطباعة فقط أو حتى مرحلة التصميم والمراجعة بعضهم الشامل وبعضهم فقط لطباعة نعم واضح نعم فكل واحد مسؤول عن النسخ المؤدولة عنده البعض منهم تبعا يكون الحقوق للمؤلف نعم وبعضهم حقوق مشترك وبعضهم حقوق ترجع إلى الناشر لا يمكن طباعة هذا الكتاب لنفاذ لكمية بين الطرفين جميل وفيه طبعا أن كل شيء يتحمله الناشر 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 يعني المكتبة مية بالمية مية بالمية يعني فقط يجيب تأليفه ويعطيه للمكتبة المكتبة وكلها هي تتحمل كل شيء هنا عم كل شيء نعم هنا الاتفاق مثلا الاتفاق هنا يرجع الاتفاق أن هذا الكتاب تبعا أنا كلفني طبعا دي كان ناشر كلفني خمسة مية ريال نعم أو ستة مية ريال طيب إذن أنا سأطي المؤلف مية تين نسخة نعم وانتهى الموضوع حق لا يوزع مثلا على أقاربة أو يبيعها لا خلاص مية تين نسخة له مطلق الحرية مطلق الحرية لكن لا يسني عن بقية لا يسني بقية النسخ تكون كل أرباح أو غيرها تعود إلى دار النشر كامل نعم مطلق نسخة وفي حالة المؤلفة أراد مثلا شراء كتب يمكن يأخذ بنظام الجملة الموجودة دار النشر نعم ولبعض منهم تبعا يقول 15% فائدة في كل كتاب نعم لبعض منهم بعض المكتبات يقول أنا أتبع هذا الكتاب ولكن لاك فائدة مثلا أو لاك فائدة من هذا الكتاب 15% هذا الكتاب تم تسعي وثلاثة ريالات لك 15% من قيمة هذا الكتاب نعم ولك 50 نسخة إهداء نعم 15% هذا بعد نفاذ الكمية نحسب 15% فنوطيك المبلغ ممتاز ولكن يمكن تبعا طبعة هذا الكتاب إلى بعد نفاذ الكتب جميل وفي نظام آخر أنه نطبع نحن ألف نسخة أخذ ثلاثمائة نسخة ومتين نسخة وكل حد نفسه فنظام متاح ممتاز وفي نظام آخر هو نظام نعمل به نحن دائما أنه يتحمل لمألف كل شيء من ألف إلى اليأم ويتحكم في كل شيء وماذا تستفيد دار نشر في هذه الحالة؟ دار نشر تستفيد أنه هي خدمة تم تقديمها وكل خدمة تأخذ عليها عمولة نعم والشعار يكون موجود كذلك؟ والشعار علامة تجارية نعم علامة تجارية موجود وهذه العلامة تجارية هناك في فهم خاطئ إن الشعار هذا بعضهم يتوقعوا أن هذا من مصلحة الناشر فقط نعم وهذا طبعاً أيضاً صورة ذهنية خاطئة لعلامة تجارية لذلك لا أدر هذه النقطة سوف نتحدث عنها أولاً لكن العلامة تجارية هي من مصلحة المؤلفة ليس من مصلحة الناشر فقط لذلك تنتبه الذين نشروا كتبهم بدون علامة تجارية يعني وقعوا في محضورات كثيرة يعني في إشكاليات نعم فهذا ما يستفيد عنه الناشر وكذلك يستفيد في قضية نظام التسويق الشامل نظام التسويق الشامل كيف يعني؟ نظام التسويق الشامل هو الموزع الرئيسي الموزع الحصري للكتاب هو المسوق الحصري للكتاب المؤلف نفسه الناشر الناشر يستفيد المكتبة ويستفيد الناشر هنا إن في حال صار هو مسوق أو الموزع الحصر للكتاب إنه يستفيد أيضا هنا طيب ساسيف يعني الآن الكمية بالكامل هي مملوكة للمؤلف نعم دار النشر خلاص أخذت نصيبها وأخذت عمولتها من عملية من إجراءات الطباعة إجراءات الطباعة والتنسيق وغيرها الآن مرحلة تسويق إذا أحب أيضا المؤلف إذا أحب المؤلف نعم أراد أن صاحب هذه المكتب أو الدار نعم أن تسويق إذن تأخذ خمسين في المية من قيمة الكتاب المبع نعم لكن هنا الكتاب هذه يعني الكتاب هذه تنبيع عن طريق دار النشر خمسين في المية خمسين في المية نفترض دار نشر باعت مثلا مئة نسخة نعم إذن الناشرة تستحق خمسين في المية من قيمة المئة نسخة لأنه طبعا يتحمل موقع ويتحمل راتب بائع وربما المشاركة في معرض الكتاب وغيرها من الأشياء والتخزين والتخزين كذلك كلها تكلفة وأحيانا في بعض الدور نشر خارجية تطلب كتب نعم إذن من يتحمل شحن هذا الكتب؟ الموزع دار نشر جميل جميل واضح فهناك فيه التزامات ملوة قضية أيضا قضية التخزين نعم لما يدخل في نظام تسويق الشامل إذن من ضمن الحوافز هنا يمكن تخزين الكتاب ممتاز وفي عالم زيادة الكتب وارتفاع عدد الكتب لدى دار النشر نعم كتكون بعض المعارض لا تسمح بجميع الكتب أن تشارك نعم فمعيار أخذ الكتاب إلى المعارض هي النسبة الأكبر واضح حيوة ففي مبرات هذه النقطة إذن مبرر آخر أنا كموزع الحصري إذا رأيت تعامل مع مكتب أخرى نظام المكتب الأخرى أنا لا أعرض أي كتاب إلا بالنسبة 30% 30% إذن أنا إذا عطيت هذه المكتبة 30% تبقى لي 20% فهنا أنا مجازف عندي فالربح الدار النشر هنا ربح قد يكون فردي يعني من الأفراد نعم أكثر شيء لكن المعارض والفعاليات والجملة ربح يكون بسيط جدا نعم